ما راح نطبع في المقدمة الأمور حبية والسؤاليف راح تكون عن الفصل 1091 اللي ما تابع أحلى شيء اللي ما تابع مانجا وانبيس أفقع 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 ثلاثة أفقع يفترض أنك مشيت طلعت من الفيديو على شنس بس يعني أمورك في الشيء لا ينحرق عليك شيء يس أودا الله يشغل نتفليكس أشغلته علينا تأجيلات روحة وراجعة صحيح 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 يا ويلهم لو ما طلع حلو المسلسل يا ويلهم والله البداية تشرف أنا إلى الآن تابعت حلقتين وأحب أقول لكم الأمور طيبة لا 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 من دون حرق أحب أقول لكم الأمور طيبة حلقتين إلى الآن الأمور طيبة طيب يا عيال عندنا مجموعة نقاط عن الفصل بالناقشة وغلب النقاط هذه كانت أصلا مطروحة وقت ما كنت فاتحة البث من المتابعين مني من المشرفين أو أين كان فودنا نأخذ السوالف فيها وعادي أخذوا راحتكم لو حابين تسويوا رفرنس لفصول ماضية أو أين كان ما عندنا أي مشكلة طيب يا جماعة أقل ما نبدأ الفيديو هبلوا لايك شتركوا في القناة قنوات الشباب حساباتهم راح تلقوها بإن الله في صندوق الوصف ويا لس جو جاهزين عيال يا جاهزين أنا إذا عندي وجهة نظر بأوفر فجي بي أو أشارك معكم عيال لا لازم تشارك إن أنا نبدأ اسمها رائك حيلو 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 طيب بنبدأ بآخر حدث صار في الفصل الماضي بس بنربط بفصل اليوم لأنه هذه أكثر نقطة أثارت جدل في مجتمع مانجا وون بيس عندك يا ماجد العامر بخصوص كلمة لوفي الأخيرة في الفصل الماضي ألف وتسعين قال شخص قوي قادم وشفنا كيف ملامع لوفي مرة يعني ما هي مرعوبة جدا بس في صدمة في صدمة في الفريم إن شاء الله أنا بحط لكم صور هنا منه هل الشخص القوي هذا هو كزر اللي تقاتل معاه في هذا الفصل ولا في شخص آخر ممكن يكون فيه تلاعب في التايم لاين ومحن عارفين مين الشخص القوي هذا هلو بالفعل كزر ولا ما فيه تلاعب في التايم شبعين اللي طافت النقاشات كذك دائما نقول يا جماعة الخير قالوا ضوء قادم من الأسفل بعدين قال فيه شخص قوي قادم الضوء كان هي الضربة الأخيرة اللي هو ضربها اللي سنتيمار رشفناها في الفصل هذا اليوم يوم انطلق الليزر وبعدها على طول انطلق زي الليزر واخترق الدرع ووصل وصولها طبعا كان خلف السفيرة جدينهم أريدي انطلقهم أريدي المشهد لو ترجع الفصل اللي طاف لوفي كان أريدي على السفينة ما هو كان تحت السفينة فالتعبير اللي ظهرت فالسرعة لوصلنا خايف فالسرعة لوصلنا كذر أقوى وين الخايف اللي جاير كله برجله وقال له كلمته القصرية احنا حاليا أقوى بمئة مرة ما كنا عليه فما كان خايف ولا كان كذر أقوى أبدا كل ما بنوضوع انه مستغرب من سرعة قدومه وقوته لانه مفروض ما في أحد في ذا القوة هنا يعني أو معنا صح هذا أول مرة لوفي يستشعر أو يقيس قوة كيزارو بالحكي لأنه من قبل ما قاسها حلو فهذا الإجابة بالنسبة لي كنت قلتها من قبل لا يطلع ذا الفصل وبعض ذا الفصل خلاص ما عاد في مجال النقاش هو كيزارو اللي قادم وهو اللي عرق له يوم بس لانه من صدم من سرعة وقوة الشخص اللي جاي مو لانه خايف منه بس طيب بس عساس نقفل الإجابة تبعك يا ماجد هل تشوف انه فيه احتمالية ولو ضئيلا يكون شخص غير كيزارو نو ولا حتى زيرو بويت كان عناية الفصل اللي طيب أقول زيرو بويت 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 حلا خلاص ظهر هو كيزارو ما فيه ولا حتى واحد من مئة ولا صبر فاصلا واحد صبر 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 واحد من مئة ما في كله حلو حلو نايف طبعا انا اول شي بأتفق مع ماجد يعني جملة وتفصيلا لكن بضيف شي سالفت ان لوفي كان معرق وكذا سيناريو ماجد منطقي جدا لنقاص الهاكي حق كيزارو ما إلى ذلك لكن بحط سيناريو ثاني ممكن يكون انترستن شوي يعني انت لما مثلا مثلا يا وجيه انت شخص يعني مثلا لو واحد انت في الابتدائي واحد لسعك ورجعت قابلتها بعدين ما هتعرق ما هتقول لهذا الشخص كده فيه توتر منه اه حلو انت قصدك انه لوفي جانه فلاش باك في الارخب نعم 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 هو عارف قوة كيزارو من ذاك الوقت ولو على فكرة لو واجهه كيجي حيصير نفس ردة الفعل تقريبا بيستشعر الخطر بناء على الماضي مش على الماضي اللي صار ايوه على الماضي اللي صار فانا اعتقد ان لوفي لو فعلا شافه في وقتها شافه وانا ارجح هذا الشي بحكم ان لوفي ترى عنده هاكي التنبؤ ترى خمس ثواني عشان يطلع ويمكن اقل بعد عشان يطلع كيزارو فهو عارف متنبع بهذا الشي فاعتقل انه عارف ان الشخص اللي تحت كيزارو متذكر الاشي اللي صار بالارخب ايوشابوندي وبدليل انه اول ما انطلقه ولوفي اصلا ما انطلق معهم كان قاعد ينتظر كيزارو في المكان نفسه جميل جميل يعني واجابة على السؤال الاخير هل عندك اي احتمالية انه ممكن يكون في شخص اخر لا زير احتمالية بحكم انه لو في شخص ثاني برشح ساترن ساترن بنفسه قال انا ما بي اظهر نفسي ما بي احد يدري اصلا اني موجود هنا ناصر الله الشباب قالوا كل الكلام انا اعترض على دوري بخلينا اخر واحد بنبدل دوري برضه كل واحد يطرح وجهة نظر عن نفسي انا اشوف انه لا ما في احتمالية ثانية شفت انا يوم كنتبث كان يقولولي شباب انه ممكن ساترن اصلا قاعد بالسفينة ويشرب شاي ومروق ولا حد بصوبه ولا بهوف يطلع ولا شيء فلا هو كزروا مية بالمية بس ممكن عندي اعتراض على كلمة نايف انه لو في استخدم هاكي التنبؤ عرفت والنجاة ما اظن ان استخدم هاكي التنبؤ ولا شيء واستشعار للقوة فقط لما تحس بضوء هناك او قوة او شيء تدميري بعيد فانت بس بتحس فيه مو معناه انه هاكي تنبؤ وتشوف وتحس ومن انا اقول اوكي ممكن انت تقول اوكي انا اقول لا صراحة ما اشوف ان هذا الوضع لا كان موجود اسفينة وحس قوة عظيمة جايف انت تتكلم عن ادمرال ما تتكلم عن اي شخصية وتتكلم عن الجزيرة اي تتكلم عن الجزيرة يعني فرضا ما ادري الشخصيات ما اظن ان اي واحد وصل حتى المستوى ادمرال فكان ما اخذ المضوع ايزي يعني لوفي حتى ربلوتشي بالايقاظ يوم شاباك ولا شي عنده كان مصخرة فهذا اللي صار كزرو ما في احتمال اي واحد ثاني وبس صفر في المية احتمال انه ممكن يكون في شخص اخر اظهروها لك ليه الاستحناق ذا اظهروه لك ضوء باخر الفصل وقال انه قوي وبعدين الفصل الثاني الصدام مع الشخص القوي وخلاص جميل انا ما راح اتفق مع كلامكم كل اللي قلتوه ولكن راح اترك مجال لوجود احتمالية ضئيلة ما راح اقول صفر وجود احتمالية ضئيلة انه ممكن استشعار لوفي قد يكون لشخص اخر من الشخص الله اعلم هذا يعني اجابتي يزدمنا ويطلع تيتش ما تدري والله ما تدري انا احس انه كل شي مطروح بالذات انه الكاتب اودا لا تفضل في وسط الحلقة قالوا لك يعني قالها حتى اكدها دكتور ريقي بنك الوحيد القادر على اختراق الحاجز هو كيزارو لانه قدرته الليزر والحاجز مصنوع من شعال الليزر فكاملنا ضوء وشعال قدر يخترق القبة اللي مصنوعة من الليزر او من الضوء اي شخص اخر ما يقدر يدخل اصلا بس دقيقة اللي ما عتيتش اللي عنده الانتقال الاني وين تواجده بالضبط بغض النظر حتى لو فرضنا ان هذا شيخ صوت انتقال الاني لوفي قال بعد ما شاف النور شخص قوي قادر وهي نزل من السفين فما في مجال ما في الله كيزارو فما في مجال تقول في واحد ثاني جاي بعدين يرجع له في جامب رابع ويقول له في واحد ثاني قوي قادم خلاص ونريد ينزل من السفينة حاليا فما حد في احد ثاني هو هو كيزارو فقط لغير هو الوحيد اللي شفناه ساعد هو الوحيد اللي قدر يخترق وبعد دخول اشوف القبة اللي اتزاله مسكرة الى الان دكتور فيقبانك ما فتح القبة فما في مجال اي احد اخر غير كيزارو وحتى كان رابض يفتح القبة وردنا على موضوع بس نايف على صرف الهكي قبل السنتين اميقات له لوفي لوفي مكان عنده تنبؤ قوي وكان ضعيف جدا ما يقدر يقيس قوة اللي قدامه الان هو يقدر يعرف قوة اللي قادم فا يوم قال شخص قوي قادم يمكن حتى فقطة هو يستشعر بالهكي يقدر يقيس قوته بس ما يعرف ان هذا هو فعلا كيزارو لانه ما قد قاسها من قبل ما قد قاس قوتها من قبل عشان يعرف ان هذا الهكي هذا كيزارو هذا قوة كيزارو يوم وصل عنده قابلة اوكي هنا عرفتك تل ادميرال واحنا ما كنا بس فيه نقطة ماددة فيه نقطة ماددة لوفي ما استشعر بهكي شانكس قال اظن اني اعرف صح من هو شانكس قال اظن اظن فمبك انا بس انا اقول لك بشي انا انا قلت راي ايه هذا النقطة اللي بصلها مية بالمية اعرف يوم يوم استشعر بهكي شانكس قال اظن اعرف من هو راي ذا الهكي ما قال اعرف اه ارجع شو متأكد منها انا لا 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 اكد بس انا اقول لك وش شو انا وياك مية بالمية انا قلتها بس فرضا لو فيه احتمالية وش الاشياء اللي ممكن الناس يدعمونها بهذا الشي فهمت او يا اجماع عشان بس نثري عشان نثري النقاش نحط وجهات نظر مختلفة يب يب اه هذا قلت اني ما اجد بشكل كبير بس ابي اعطيه وجهات نظر ثانية فهمت عليك ايه ايه انا حاول اني ادعم فكرة الاول وجهات نظر الثانية وش ممكن جابة منها اي رأي غير ما احرض عن تقمع لا لا حلو 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 ملك القمع حلو حلو وصلة وجهات نظركم جميل طيب النقطة اللي بعدها برضو مرتبطة بكزر وعيال بس يعني خلينا نبدأ بنايف بعدين ناصر بعدين نرجع الماجد عساس برضو يكون كده هلو اللي بعدها تعطي ناصر ايه زيك برضو عشان يكون في تدوير ايوه الان يا اخوان كلنا نعرف اودا لما يكتب قتال بين شخصيتين مهمة فيه نوعين من القتالات فيه قتالات سريعة وما تنتهي بانتصار ولا هزيمة وفيه قتالات تستمر لفترات طويلة زي قتال لوفي وكايدو زي قتال لوفي و سريعة نسميها كلاش كلاش استدام ايه تصادم يا سلام وفيه قتال قتال لمعركة يا سلام فالان ايش وجهة نظرك يا نايف هل وضع كزر في هذا القتال من النوع الاول ولا الثاني يعني لوفي وكزر بيتقاتل ولا بينتهي القتال في مرحلة ما وكل واحد ينتشر في الأرض اقول اجابتي وحلل خد راحدك خد راحدك يعني بس لا تفل طيب من النوع الثاني طبعا يعني طبعا من النوع الثاني مطول يعني لا ما حيطول يعني ايه سريع ايه وما حيكون لها نهاية ولا حتشوف منتصر سواء لوفي او كزارو انا من بداية يعني محلل الأدميرالات من وجهة نظري كزارو مصمم ومفصل تفصيل على سانجي بحكم اني اراها ان سانجي هو اسرع اه شخصية في القصة كلها فافضل اختبار لسانجي هو كزارو من وجهة نظري اه فيجتورة نفس الحكاية مفصل جدا 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 لزورو فانا اشوف الاثنين ذولا لزورو و سانجي اعرف اودة اعرف توزيع اودة للقتالات كزارو مو العدو اللي مفروض يواجه لوفي يعني ممكن لو اقول لوفي ممكن لوفي ضد اكاينه او سابه ضد اكاينه ممكن بس كزارو في الوقت الحالي حيوقف لوفي وحيكون الموضوع مؤقت خاصة لا تنسون ان الموضوع يعتمد على الوقت الان الان هم طاقم قبات القش كل شي ممكن ينقلب ضدهم والوقت ضدهم برضو فسالفة القبة وانهم اول ما يفكون الحاجز حق القبة حينحاش هون مباشرة حتى لوفي حيسحب على قتال كزارو وحينحاش مباشرة هذا اكثر شي انا ارجحها يعني فانا ما نهائيا ما اشوف انها حنشوف منتصر في القتال هذا بس بيكون قتال ممتع ان شاء الله حلو يعني ما تتوقع انه ممكن نشوف استخدام لقفازات الضوء اللي تقدر تضرب الضوء شوف شوف حتشوف اشياء جديدة من كزارو كزارو اصلا لا لا الاقصد لو تفتكر في بداية اركال اقهد في التعريف فيه ذكر انه في قفازات اذا البستها تقدر تضرب الضوء كانت عند اطلس اطلس هل ممكن نشوف لها استخدام بما انه كزارو ضوء ممكن ممكن نشوفها استخدام بس لوفي ما يحتاجها اصلا لا 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 اتكلم من شخصيات اخرى يعني ايه اقولك ممكن عشان كذا انا اقولك انا ما ادعم ان لوفي راح يتقاتل مع كزارو للنهاية او يكون قتال طويل انا اتكلم عن لوفي الان ممكن نشوف اشياء ثانية هذه نتركها البعدين يس وصلت وصلت ناصر والله يشوف انا بكون عاطفي في الموضوع ايوه اتا عاطف اي 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 انا بكون عاطفي في الموضوع لان انا ودي بسيناريو من زمان يعني يغابني من ايام الارخبين اه وصلت الفكرة ايوه يعني 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 جي كزارو يدأسنا كلنا عرفت ويقشرنا ويالعنصر ايه كونه لك كلنا ماغي حد اقولك فغابني الموضوع زين انه اه يسير الموضوع عادي خلاص ودعنا زين بعدين يجي لوفي يتباك سويا وخلاص ونشرد لا احنا شفنا سانجي خذ المسدس من الفقاعة وعلى طول ثبت كاكو وراح وشفنا زورو خذ ربلوتي على جنب طلع برا انفرد فيه فأظن وش اللي بيسير ترى نزل في نفس المكان اللي فيه لوفي وكذا وحين يجيك سيناريو كامل اصبر زين فأنا اظن ان سانجي بيجي بيوقف ربلوتي بيقول له ترى ما عندنا وقت زورو هذا بس يبي اخرنا واشياء ذي ويروحون هم الاثنين ويسير الثلاثي على كزرو عرفت بيسير الموضوع انه كأن ايقاف الكزرو انا اقول لك يا يصلك ايقاف اللي هزيمة لا لا ايقاف ما راح يكون فيه هزيمة انا كراء والنسقاط لا 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 ايقاف والموضوع اصلا الحين احنا ما هو موضوع قد هالبحت موضوع نحشة اي نحشة نفس ما صار في ارك البيج مام يس كان الموضوع وشو احنا بناخذ هدفنا ونحش بناخذ سانجي بناخذ نسخ البنكليف سلام عليكم بيج مام مع نفسك حيلا هذا الموضوع نفس الشي احنا هدفنا ننقذ بيجي بانك ناخذه ونهرب والسامونا وكم من نسخة يخذنا وياه فهذا الموضوع بشكل عام ما هو وقت انه لازم اسقاط ادميرال انا ادري انه فيه خبر اول ما رجعنا اللي اللي اكد كان الخبر انه فيه خبر صادم هز العالم وما ادري ايش ثاني يوم ثاني يوم يطلع ايه ايه داري داري يعني هو وشو الحداث هذي لازم تكون الخبر الصادم ايه بزا اعرفت حيلا هو ناصر قاعد يبني سيناريو كده ايه فوشو الخبر الصادم هذا اللي بيصير زين اولا فلات من سموه ادميرال ثانيا بكبرها وما اعمل الابحاث لان ممكن يجي بعد تيتش حتى ممكن يجي تيتش وما ادري انا تيتش اكبر لغز ماما حاولت والله العظيم شفت فاكاة لوفي كيف عشوائية تسوي اي شي تيتش نفس الشي ترى عشوائي ما تدري هو ناصي ساتر هو جاي عشان الادميرال هو جاي عشان فيقابانك هو جاي عشان نسخة من نسخ فيقابانك هو جاي عشان لابحاث ما ادري فيه خمسين احتمال هذا تيتش هذا اذا جاء هذا عادي اوش لنا اودة بالسفينة كذا بس عرفت اوش لنا سفينة انا سبق قلتها انت كلامك صراحة جميل اللي فدت انا سبق قلتها فيه شخصيتين في ذا الانيمي كل ما يزيد ظهورهم يزداد معاهم غموضهم تيتش دراجون دراجون غامض الى الان ما حد يلعنه تيتش وشانكس كل ما يظهرون اكثر يزدادوا غموضا نعم اسلم فالموضوع اظن ان وانا افضل هذا الشيء انا قلت لكم بكون عاطفي زين انا افضل ان يكون التصادم الثلاثي هذا واظهار القوة زين لكي زروا ابن ال عرابت اظهار له ابن اللمبة ايه كيف احنا اططورنا عرابت اوات انت اللي كنت دعسنا انت اللي من التفنا انت اللي مدري ايش فرضا يجي التصادم فرضا بالسيف لان كي زروا عنده سيف يستقلم ركلاته يتصادم شوي مع سانجي ممكن نشوف ظهارها كملكي من كي زروا ضد لوفي والجير فايف ف ودي بهذا السيناريو انا ودي ما مش توقع ومنطق وكذا ودي بهذا السيناريو بيكون قسما بالله رهيب بتشوف ان النا الثلاثة داري انه فرضا اليوم افضل شخصية عندهم لوفي ودي اننا لوفي مصخر ام الادميرال بس تشوف ان موازين قوة والله بتنع دم هذا كذا ما يصير كذا ادميرال نفس كي زروا ما هو فيجيتورا والثور الاخضر احنا متفقين ان فيه ترتيب في قوة الادميرالات اكاينو زين بعدين يجون اوكيجي وكي زروا بعدين الثور الاخضر و فيجيتورا وفيجيتورا فكي زروا للحين ترى قوي و احس انها سقطة اذا خليت مو سقطة اشوف ان تغلب لوفي على كي زروا بهذا الوقت الضيق وبسرعة ما اشوف انها مض ممكن يسقطة بعد تصا يعني بعد وقت طويل عرفت بعد كم من يوم يعني احنا شفنا التصادم اللي سير قبل ياخذ خمسة ايام عشر ايام عادي فلوفي وكي زروا وخلال وقت بسيط وهم مسرعين ورايحين بيهربون يشوف كان انا مسخرة الانميرال نفس كي زروا ويشوف انها ماء اوفاها حق قصر حلو يعني انت في معنى انه هذا ماش ماهو قتال بانتهي بهزيمة او فوز انه بانتهي ب هو هروب نفس البيك مام بخب أقراضك وهذا خصوصا ارك الاجهد بسيط مو نفس وانو مو نفس درسروزا طويل ما فيه طضية وشعب ايه وما في اشياء لا هو شي تاخذه وتروح والغرض الرئيسي بناء الاحداث في البف البف شكله بتطول فيه رجل الظاهر البف بيكون اكثر ارك بينكشف فيه اسرار الى الندوح انا مستانس بسالف قبل ماجد الحمد لله اصلا ماجد ترى متوعدك قاعد من اول كده يلطم هات يا ماجد هات هات يا ربي هات الحين بيقول لو فيه بمسخرة هذا لا 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 انا مغبول منك يعني انت من المطبلين سورو وتقول الثلاثة عليش دعوة كايده زمنه في الحالة يا رجل لا لا دي 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 نرجع نرجع اصبر 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 انت اريد خلصت وقتك على وسبعت الحالة هبت سيدي الحكام ماجد دفاعا دفاعا عن ناصر ناصر قال انه رأيه هذا مبني على عاطفة فلذلك فلذلك يا ناصر تحمل الرد اللي بيجيك من ماجد هات يا ماجد عاطفة عاطفة المضادة عاطفة ما تختصر على شخصية على الواقم كل يوم تسفل فألا انت تحب زورو زي ما يقال عنك بما ان الحمار كيزارو داس على وجه زورو في أرخبيل شاب ودي المبنوث كيزورو يشك واجه شقب السيوف هابتك نفس هابتك انه لوفي رضع عليكم بروحه هي الهبده احنا ما عدد نمسات حنكين نقاش وهبدينه لو سمحت خل المسات الحنكين خلاص خلاص اناصر خلي شاركنا هابده كلنا ما اتفقين ان الماركة ما راح تستمر بيكون كلنا ما اتفقين هذا الموضوع حسب لذا كان الوجه عند رأي آخر ونسمع رأي بعد شوي لأنه ليس منطقي أن الكاتب يحرق كرت أدميرال الآن في هذا الأرق وليس فقط ربعنا اللي هم لوف يزوروا وذي اللي عندهم مهمة إنهم زي البيج مام يبني يهربون حتى يزاروا عندهم مهمة قال لها أول ما رقحين قال أنا مهمة الأولويات اللي عندي حماية المختبر عفوا الأرشيف أرشيف بنك وحماية معمل الإنتاج المذر فليم والبقرة وحماية يورك البقرة ثلاثة الشيء عنده أولويات يعني هو نفسه مو أولويت أنه يجي يهزم لوفي أو يقبض على لوفي أو يهزم زورو يقبض على زورو هو أولويته أنه يسوي حق هذا طبعا في المقابل لوفي قتاله معه الهدف من أنني أعطله حاليا أعطله أنه ما يجي يختطف يورك ما يجي يقتل فيجابانك لأن هذا شفت روبليتش أول ما تحرر أول هجوم سوى على فيجابانك ما مهمة زورو ومهمة سيسيا بيقتل فيجابانك بيكمل مهمته الأساسية اللي وجاء عشانا حلو فكيزارو جاي لمهمة أساسية وربعنا برضو عندهم مهمة أساسية اللي هو إنقاذ دكتور فيجابانك الجزء الأساسي والهروب من الجزيرة فاللي قاعد يصير حاليا مو معركة إسقاط زي كايدو اللي جاينا هنا بنهزم كيزارو ولا كيزارو جاي هنا أبي يهزم لوفي هذا عنده هدف وذي اللي عندهم هدف فاللي صاير حاليا نكلاش تعطيه في أشياء برضو أولويات عند كيزارو وقالوها في البث اليوم بشتفق معهم يبلي مذكر ما اللي طرح الفكرة والله أنه لو صار ما ننسى طبعا سفينة بلاك بيرد تم لنحوها بهذه النزيل فلو صار زي ما قلنا مساء أن البلاك بيرد هدف فعلا ساترن زحل وهاجم على زحل فهنا هاجم على سفينة زحل ما وصل لحتى حتى لو كان ساترن قادر على صد البلاك بيرد الحالة معنا شيء بصعب لأن البلاك بيرد ما راح يهجم الحالة بيهجم معه خمسة ستة ترى وهجم على لاو بخمسة مدري أربعة من فاقصة ونظام الغدر عنده دائما موجود يعني عند البلاك بيرد قرصان 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 بما تعنيها قرصان قدر حقيره منحطه سافر مش موضوعنا حاليا موضوعنا أنه لو هجم على سفينة ساترن أو لويات كيزارو راح تتغير الثلاثة ذي اللي بيصرون بعدين حتى لوفي بعدين عندنا هنا جيروسي مباشرة أي حماية الجيروسي مقاتلة البلاك بيرد فهنا رابعنا بيصدر فرصاني الهرب وهذا الأفضل سيناريو في أنهم ما يصطدمون معاه ويكمل القتال ولكن أنا قلت بساعة وكتوضح لناصر أن فعليا زورو سقط المكان اللي سقط منه وكتو في الدور الرابع سقط على المكان اللي موجود فيه لوفي فعليا المعركة بتصير لوفي مع زورو ضد كيزارو وربلوتي ثنين ضد ثنين طبعا سجي ممكن يجيزة ما قال لي فزاع ما عندي مشكلة لو جوا ساعدهم وحط روبلوتي في الفقاعة أو ما قدر يحطها وتيفر ما يهمني عن الموباة هذا في نقطة بعد قالها نايف أن سأجي أسرع شخصية ما أدري متى أذكر هذا الشي يعني لا ظهر 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 ما ذكر هو هو وأراهن على هاروشي عنده حركة سريعة خطبي أخوه الفلاش بس يعني هو عنده نار سريعة وحركة سريعة ما عندي كذا الشي ولكن أسرع شخصية نعم نعم على هذا الشي طيب خلوه على الأقل عدوه أنا فإنصاف هذا يا أخوان يا أخوان نقطة سانجي هذه نقاش لوقتنا آخر خلونا نقفل بس النقطة عشان نروح للي بعدها أنا أنا مستغرب من الكلام يعني فأنا أشوف أنه لو صارت المعركة اثنين ضد اثنين بيكون في يعني أما ثلاثة ضد واحد هذا إهانة إهانة للطاقم يعني هما يعني ما اضطروا ما قتلوا ثلاثتهم ضد كايدو لوفي قاتل حالة ضد كايدو في نهاية المعركة فكيف حالياً لمش معركة نهائية مش قتال مجرد تعطيل مجرد كلاش لازم ثلاثة على واحد الوقت أنا من وجهة نظري مع ناصر يا ماجد الوقت لا الموضوع ما فيه أنا أشوف أنه لوفي ما رح يمسخر كيزارو لوفي رح يصد كيزارو بمنطقية بقوة بيظهر مدى قوته تطوره عشان يوريلي الكاتف إنه حالياً صار يقارع هو ترى هو يقارع هو يقارع قبل حتى ذا كان يقارع في جتورة هو يقارع نعم ما كان قتال شامل هذا كان كلاش على فكرة يا الوجي كان كلاش كده خفيف يس 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 ماذا قوت هذا؟ حتى 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 استدامهم مع أوكيجي التعبان ذاك حاجة كده على السريع ايه اوكي هذا هذا نقطة مهمة أنا كنت بقولهم ساعة ذكرت الله ذكرك بشهاد إنه آمين في ذاك المشهد قبل سنتين ثلاثة توم ضد أوكيجي هزم أوكيجي في لمح البصر ثلاثة توم نعم وجمد لوفي في الأخير يوم قال له وان في وان الحمد لله أنه مشاكين هو ذي عيب أن يقتلونا الثلاثة والله نشوفه يعني ثنين بلد اثنين مقبولة وكذا يكون الكاتب يعطي بجال لزورو إنه على الأقل يخدش كيزارو في وجهه يجرح لأيدي يجرح للرجلة يرد شوي كرامة كيزارو على كيزارو كرامة راحة لا لا ما دد بس أنت ما دد أنت مو حاط باعتبارك الوقت لو الحين اثنين ضد اثنين أو اثنين ضد واحد زين ممكن يخذون وقت طويل للهرب لا لا أنا قاعد أقول لك كلاش كلاش مو قتال يعني مجرد استدامات كذا ضربة 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 بعدين يلا السلام عليكم مشينا كل واحد يروح فيه إليه أن ينفك الحاجز وافقه ليه ما ينفك الحاجز ونفقه نعم بلد كيزارو نفسه بيصير لها شي يضطر أنه يفقه يرجع عند الجيروس يرجع عند الجيروس يروح عشان المعمل تم ضربة يبقى الحق على خبيق دارشيف بانك حتم ولعت في نارة بيروح يطفيها أي أن كان أي أن كان العذروب اللي بيعطين كاتب عشان يخلي كيزارو ينسحب ولوفي وزورو ينسحبهم بس أن الكلايش لازم يكون فيه تعادل مو ضعف يعني مو ثلاثة ضد واحد هذه إهانة أنا لا أنا أشوف ثلاثة ضد واحد بحيث أن أو كيزارو ييأس من الموضوع ويشوف أنه فرد بعدين شي يشغل فرض أنه اسمها قلت النتيج جاي عن ساترن أو أنه يكون عند أولوية ويرجع ويشوف أن الوقت حتى ما يقدر عليهم أصلا أبدا سؤالي سؤالي هل بيرضون زورو أو لوفي أو سانج أنه من الزون ثلاثتهم على كيزارو هل بيرضون هل عادي عندهم شوفوا مايكت صارت شوفوا شوفوا يمكن أنه ضعاف صحة الآن ما تصير شوفوا أنا 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 إذا فيه إذا فيه أنا أبدا بدعم أنا أعاطفي أنا أود أن كل واحد منهم يستلم أو كيجي ويقارع سوري كيزارو يقارع رفت يبين لنا فرضا شفت أنت أنا أبدا زورو أنا أبدا أحنا نشوفك الحين عادي عادي يمديننا عليك فهمت بس السالفة أن الوقت لازم هذا نحطه في الاعتبار لو الحين فرضا لوفي ضد كيزارو خلوهم روحهم بيطولون يا رب عادي سويات يا لوفي يلا خلنا نروح أصبروا روحوا أنت أنا بجيكم بعدين سواها مليون مرة فعادي لما يجي فلما يجي على طول زي نفرضا يجي هذا يسدد لضربة يجي هذا يسدد لضربة يجي هذا يسدي لضربة إظهار قوة بالشخصيات بس كيزارو نفسها كيزارو نفسها مو أولويية اقتال الله لوفي أوردر بليز يا عيال طيب بس يعني هذه كلمة اللي كنتم تقولها مو أولويات كيزارو بلخص الموضوع بلخص الموضوع لا تدخيص طيب طيب يلا 15 ثاني يلا على اساس ما تكون فيه اهانة فرضا للطاقم او اهانة الكزارو انا ليش قتل ثلاثة ضد واحد على اساس يظهروا لنا قوة الافراد حاليا فرضا سانجي وزورو مع قائدهم لوفي انهم كلهم بمستوى ادميرال يقاروهم ما هو مستوى ان اهانة لها دول الثلاثة الباونتي تقفل الليلة كزارو عارف انهم صار قوية من زمان لا مقارعة ادميرال لما يورينا اياها اودة تضمن لنا ان احنا دولة الثلاثة الصدق ملك القراصة القادم واجنحته كلهم مستوى ادميرال خلاص 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 نترك 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 فرصة نترك فرصة للمتابعين انهم يضاربوا معناصر اسرع رأي انقمع اللي هو كايدو ضد لوفي مواجهة فردية طيب 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 حول نترك نترك فرصة للمتابعين انهم يقارعوك يشاركون الاراء في التعليقات ان شاء الله الله العظيم حلو وقسم من الله رأيك يا وجه اي وي ورأي شوفوا انا انا مؤمن جدا انا مؤمن جدا انه لكل ادميرال خصم من الطاقم اكاينو خصم لوفي اذا فيه قتال راح يكون نهائي بين ادميرالات بيكون بين لوفي واكاينو كزارو راح يضارب اما مع سانجي او زورو وهكذا يعني في النهاية كل ادميرال راح يكون له خصم من ضمن الطاقم مستحيل تشوف ثلاثة يضارب مع واحد الكلام ذا ادى كان زمان الا لو ممكن اتفق ذي النقطة مع ناصر انهم لو حبوا بس يعطلوها على بل ما ينفتح الحاجز ما احنا فاضين له ونفقع بالضبط هذا هو سالقة الوقت هي الوقت الهووم ممكن كل وارد ولكن انا حاليا اشوف ان الوضع الرأي الارجح ان لوفي راح يتصادم معه يا ورع جيت انا قبل سنتين مسوي مجنون اوقفك برجلي ومن دون قير ومن دون اي شي حتى القير الخامس ما يسوي عليك يوقفه يوقفه غلق التوقيفه انفك الحاجز ينحاش ممكن لوفي قد تأخذه العزة بالإثم يقول لا ما ينسحب من اذنه لوفي عنده طاقم يفهمون يعرفوا تصرفوا معه في الوقت المناسب يسحبوا من اذنه عادي اتس روزة العملاق سحبوا قدام في جيتورة احسن جي النذل احطها داخل في القاعة تعال 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 يلا عسفين تعال تعال يمسك بالفقاعة تعال اه يا بحيلو كذا كل واحد قال رأيه بالموضوع انا دائما احاول اني ما اكثر كلام عساس برضو ما يطول الفيديو وبعطيكم فرصة تسولفون قد ما تقدرون طيب السؤال اللي بعده يا اخوان بنبدأ دي المرة من عند ناصر السؤال يقول هذا اكثر شيء ازعجني في فصل امس وجلست كذا اسوي فصل امس والفصل اللي قبله يا اخوان يا اخوان روب لوتشي جالس بينهم يفسفس ويسولف ويطالع ويجسس هل هو غباء من الطاقم مستحيل لوفي ممكن خبل تمشي عليه او انت معنا اوكي يلا تم بس كيف مشت على زورو ليش منتم مقيدينه ليش منتم مثبتينه زي منتم مثبتين التبن دي يورك ليش تركينه كده يتمشي بينكم هذا اوصخ اوصخ شخصية ظهرت في اون بيس من ضمن يعني اتباع البحرية روب لوتشي تركينه يتمشي بينهم هل العيب في لوفي طب في زورو زورو مضيع زي لوفي طب سانجي طب نامي ما في اي احد قال هذا ليش كده قاعد يسرح ويمرح بيننا ما في ولا احد هل العيب في اودا وكتابة الحدث هذا ولا في سيناريو كده تشوف انه منطقي يبرر البلاها اللي صارت هذه نبدأ من عندك ناصر حلو على طار البلاها فلازم نتكلم عن القتال اللي صار او التصادم اللي صار مع سيرفر حلو وش اللي صار انه السبزيرو تعاونه ايا زورو و لوفي فتشوف ان الموضوع كان لوفي اعطاهم ثقة ولوفي دايما اذا وثق بواحد قاعد يخليه موجود بياه والطاقم يتقبل الموضوع عندك لا وقبل ها بتخني لا اوكي بس ديك اليوم منعوه قالوا اهبل انت اهبل وش اللي صار ما منعوه حاوله ايه قالوا لا قالوا لا ما تريش لا لا ويا انا قاعد شفتك قبل شوي خلاص لا لا بس دقيقة لا يا عيال لا يا عيال موضوع لاو شوي حطوه على جنب لاو يعني على قلب بيننا وبينه واخذ لوفي على لوفي لا انا قل لك البلاها اللي في لوفي بلاها في لوفي والثقة عادي ممكن تصاقم يابد تقول لا هذولا اصلا الحين الضرروا الناس ما شفنا كاكو قم مربط ومتأثر من جراحة ربلوتي نفس الشي شافهم من جامعين ترى عادي حتى شبر اللي عالجهم عرفت قال شبر عالجهم خلوهم على جنب انهم مصابين ما توقع الغدر منهم عرفت عبدا ما توقع حسوا ان كلهم الحين ربلوتي وكاكو وكلهم خانوا البحرية هلو هم منظورهم منظروا طاقم انهم هذول اخوانا خلاص صاروا ويانا ترى كانوا يحربون ويانا قبلو شوي فعالجناهم خليناهم ما توقعوا الخيانة ابدا عرفت بس هذا مو مبرر مو مبرر انك ترخي دفاعك انا هذي وجدت نظري هذا السؤال ايه مبرر بس الطاقمنا عادي مبرر حل تلاقيهم عادي ثقة مية بالمية باللوفي اذا قال خلاص هذا ويانا عالجه تشبر خلاص عالجه وخله وكل وضائع اتعرف وخصوصا انهم تحت حصار عرفت وين بيروح عرفت وين بيروح ممكن انا اتفق وياك انه لازم يكلبشون يخلونا على الجن بس ما جاهزوا للفكرة دي ممكن ما عندهم حط عينك عليه حط عينك عليه يا وي عندهم مسدس المسدس الحداث اللي قاعدة تسير الحداث اللي قاعدة تسير حاليا زين ما هو سالفت ان اشوف هذا اللي قبله شوي كان عارك وياك بشير ضدي ما انت مثبت يوريك ما انت مثبت يوريك اللي ما تثبت الاخطر من يوريك الوسط هم قاعدين يشوفون المليون سفينة اللي برا والسأبع نواب ادميرلال الله وادميرال واحد افراد القروسي وقاعدين يفاوضون ويتطفلون او يتسمعون على القروسي نفسهم فبالهم مشغول حاليا ما هو اللي بيشوف اللي جنبه عرفت يعني انت برايك يعني انت برايك شوف انه مبرر مبرر صراحة نعم معلو اه اتفق مع اتفق مع كلام ناصر مية بالمية واضيف عليه كلمة اه كايدو يوم قال حق اه اودن انت طيب مثل اللحي البيضاء يعني كلنا مغبونين انه ليش اودن رقص وقاعد يو وثق في كلام كايدو انه فلن بيطلع خمس سنوات لا انا مش مغبون عادي البعض انا شوفه برضو شنت صرف صحيح ولا انا كلم يرح شعبه وكذا وكل شيء بس اقصد البعض مغبون انه ليش القراصينا طيبين كذا بزيادة اللي نتكلم عن اللحي البيضاء اودن لوفي ليش تثلق في الناس روجر كذلك نعم كلهم كذا يعني مو اكثر من اللحي البيضاء اللي وثق بتيش اي تيش بلاك بيرد وطف صغير ورباه اللي ما كبر وبعدين ندم قال انا غلطاني ربيتك وقال عدت الابناء اعذروني يا ابناء اللي قد ربيت ابنان احمق ف نفس الفكرة تماما تطبق على لوفي لوفي من نفس النوع انت عطيتني كلمة قال لا يعني حتى زوروا انت تقول ما نبهوا على لو لبهوا الا زوروا نبه قال لا تفكهم خلهم خلهم ولوهم لا تفكهم قال لا لا عادي فكهم لو فيهم خير يسويوا شيء بادوسهم كذا قال قال حتى قال حق ربلتشي بالحرب لوحد قال ترى والله ان شفتك هجمت على اصدقائي يا ويلك ترى برب بيك وترى كان صحيح لهم استوسي انتبهت له وصدت الضربة على طول وسنجي على طول قيد خوية كاكو في الفقاعة وزوروا صد هجوم وطلعوا يا بر احموا الطاقم كله ممكن يعني كان بيكون احلى لو ان زوروا هو اللي صد هجوم ربلتشي بدولها تنطع استوسي بس اعتقد ان الكاتر كان بيرد لو قلت حتى وقت اللاي في الكلام يبيرد كرامة ربلتش انه يعني استوسي غدرت فيهم وعظته ورقدتها فاحين ناصر من الفصل الماضي قاعد يطالع فيها ايوه بالضبط ويطالع فيه خايفة منه وكذا هي ماودها زي يعني اشوف تحليل ناصر كان مرة ممتاز ان هي مو بواثقة فيه ولا اود انه يتم طليقه وكذا قاعد يتراقبه وحطها هنا عليه وهو قاعد يرقبها على العكس لو في اللي فيهمك خير تحرك انا بدوسك وحتى كلمة زورو زورو لها كلمة يقول لها حين طلعت لك ريشة وانتبخ ايه عشان خويق جاء عشان كيزارو دخل القبة ايه ما تحرك اللي يمضبن كيزارو دخل القبة لانه يعرف انه الحالة ما بيصمد قدامه ايه فالفكرة انا جاءت فزعتية الحين اتحرك بس بس هو سنجي ذكاء سنجي يعني ان على طول وهذي نايف شيف نعمد حسان جدا ايه جدا على طول قيد كاكو لأنه مصاب ترى بس خلاص بحين صحي ايه خلاص مدام خويق تحرك انت بتتحرك وتقدر فينا القم وخاذ المسدس وراح على ربليتش برضو بقيدها يعني بس انه زورو طلع برا الساحة فما بعيد كلام ناصر برافو ناصر وزيد علينا اللي قلتها بس جميل نايف ان شاء الله تركنا لك مساحة والله يشوف انا بتكلم عن نقطة يعني حلوة انا شفتها بالحدث هذا يا اخي ربليتشي و سي بي زيرو بشكل عام هم يشتغلون تحت امرت حكومة العالم مباشرة يعني انت ممكن تثق في قرصان لما تتحالف معه ممكن تثق في احد اطراف البحرية لما تتحالف معه ايا كان الطرف الاتحالف ما ممكن تثق فيه لكن حكومة العالم نشأت بالغدر وانا اراها ان العرش الفازق لا العاصمة او البلد اللي قبل 800 سنة اناس اسمها والله المملكة مزدهرة المملكة مزدهرة المملكة مزدهرة سقطت بالغدر يعني هذا انا متأكد منه وان حكومة العالم عندهم الغاية تبرر الوسيلة ما فيها كلام فهم عندهم المخلص لهم حينتهج نفس انتهاجهم بالضبط فسالفت انه فيجابانك بالذات اللي هو انا بالنسبة لي الملام الاكبر اللي يعرف حكومة العالم من الداخل ومن الخارج بشكل كبير جدا عارف روبلوتشي وعارف روبلوتشي شغال مع مين نفسي حكاية بالنسبة للستوسي هم الاطراف الملامين بالدرجة الاولى انهم انه ما نبههم فيجابانك انهم ينتبهون من روبلوتشي او يمسكون روبلوتشي وما الى ذلك الطاقم او لوفي عارفين نفس حركاتهم نفس طيبة القلب اللي عندهم هذي خصوصا ان القاعد اذا ما امر ان روبلوتشي يصير يعني يعني يقيد كلبشينا او مقيد او من هالناحية هو ما امر وثق فيه لوفي هما حيتربعون كلمة قائدهم مفروض يكونون منتبهين اكثر بس احنا عارفين ان اللحظات اللي تصير والاشياء اللي تصير هذه في المانقة تراها في ثواني في ثواني سنتمارو سقط كزارو طلع السفينة الحق عليها الوقت طيب شون حل الرمز شوي تتكلم عندك هذي ليورك تقول ما تقدرون شوي البحرية عدد كبير شوي شي اسمع البس يستقلبوا علينا وصاروا يهجمون الوحوش البحر ترا هذه في ثواني قليلة جدا 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 مو اولويتهم انهم يركزون على روبلوتشي ما الى ذلك كثر ما اولويتهم الخطة الاولى بالنسبة لهم ان السفينة تنتقل للمكان المناسب عشان يلغون الحاجس عشان يهربون فكان ضعف تركيز لكن انا ضد الاثنين اللي كانوا عارفين كويس منهم اللي شغلين تحت حكمة العالم فيجابانك ستوسي ستوسي صح تدخلت وما الى ذلك لانها واشا وما الى ذلك بس مفروض في طريقة احسن يا ستوسي انك بدل ما تخلينا وتقلين تراقبينها بعيونك ما ينفعك هذا شيء وفرض نبهتي زورو سانجي او مثلا قلتوا لهم هذول الاشخاص ما يقعدون مطلوقين بشكل هذا لان ولاءهم الاول لحكومة العالم من اول فرصة اول ما دخل كيزارو ضمنوا ان في حليف قوي معهم هاجموا مباشرة مدون تردد فعشان كذا لازم انا بالنسبة لي علوم اللي عارفين حكومة العالم اكثر يعني بالنسبة لطقم قبعة القش يا سلام على الموضوع عادي ممكن لو روبين موجودة كانت بتكون منتبهة اكثر لمعلوميا هي روبين موجودة موجودة هي موجودة هي موجودة بس مصابة مصابة انا غابلني انه بجيح قاعد يقول احنا الاثنين كافيين نمسحكم انت مين ايش تمين عليك انه لازم يربيح عليها روب لوتشي روب لوتشي لا لا هو طبيعي ترى طبيعي روب لوتشي عنده نظرة تعالي على طاقم قبعة القش انا قلتها في رضا عائل حقتي انه مو شايفهم شي بدليل انه نزل على هم قاعدين يقولون لي قدامك يا مسلم ترا يونكو ترا يونكو بس هو مو مقتنع بلوفي مغبول من الدعسك مغبول من الدعسة الاولية اي فيه تقليل صريح احين السؤال هل تغير رايك انت يا الوجيه لا شوف انا ما اخفيكم يعني صراحة اثريتوني باجاباتكم بس ما زلت احس انه لساق خاطرك شي لا بس ما زلت يعني منزعج انك في ماضي وفي نضال عجيب صار في الماضي لروبن كلنا شوفنا شي اللي صار في الواتر سيفن واللي صار في الانيس لوبي مش قليل فأيا كان اللي قاعد تشوفه من التبن ذا روبلوتشي انا اشوف خطأ كبير على الطاقم وعلى ستيسي كلهم يتحملوا جزء من المسئولية انك تترك واحد زي روبلوتشي امر قائد امر قائد مو امر قائد لوفي دقيقة دقيقة لوفي قال في الكوم خلاص دقيقة لوفي زمان في ارك الوتر سيفن قال خلاص جيبولنا رجعولنا اوسف بعد ما غلط عليه ايش قال له زورو قال له لا والله ما يرجع والله انك لا تتخذ اجراء وقتها زورو هنا اشتغل هنا ايوة ايوة قال زورو قبل قال 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 من اول ما ربطوهم قال لهم بيخلوننا بيخدوهم هم حط عينك عليه طيب هم ما يشوفونا تحديد حط عينك عليه ليش ليش ستيسي بس اللي قاعد يراغب بعطيك مثال على كلمة انت مقلت اننا مساعة اه ماضي روبن و سوى لهم معناه وكذا هاتشي في وتر سيفن عفوا في ارخبيل شو كنتي اول ما قبله كان هاتشي من اتباع ارلونج وكان من الناس اللي بهدل وعذبه اه نامي نامي وماذا لك وثقه فيه وضم له وموصول تغير هذا النظام والوفي انه يثق ويعطي فرصة ثانية لاي شخص وحتى العدو والله ما يقارن والله ما يقارن بالوبلوشي ياخوان مقارنة بالنسبة لك انت ما يقارن بالنسبة لك انت انت تعلم ان هاتشي طيب مخدوع ومكصوص عليه وابس ربس من شيء خبيل ايه خبيل بس بالنسبة للوفي خلاص ديني كانوا يقتلونهم وحينفزع معان وفزنا صار اخياني خلاص يلا ما شاء الله انا قل لك لوفي مبرر لوفي اهبل يسويها زي انت ضربت مثال اولية لما قلت في بانك هزارت انا معاكم يا هل تثق فيني ما راح تخوننا يا لاو لا اعطاهم شفتوا ما بيخوننا الثقة عنده كده بس وين الشباب ترى لوفي بس ما ايش ترى لوفي ثقة مهيب تخمين كلنا نعارفين نوع الهاكي اللي مع لوفي ترى نوع الهاكي حق لوفي هاكي عواطف انا متأكد مليون بالامي ان روب لوتشي اخفى كل بوادر الغدر والقتل والبالعكس خلى بوادره انه يحاول يتعاون معه وفعلا كان يتعاون معهم بشكل حقيقي ترى في وقتها يوم دخل كيزارو قرر انه يقضب عليهم يعني لوفي مو بغبي لوفي يثق في عواطفه وقرر وقتها 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 مقادلون السيرافيم كان معاهم صدق صدق مال النية انهم كانوا خايفين يفكونوا مننا ويقلب عليهم من هنا وفقيتها في لحظاتها ما كانوا يغدر لو انت روب لوتشي فاللي قراله وفينا الرجال بيساعدنا صدق بيساعدنا مو بنا يبي يغدر فينا بعدين جات نية الغدر يوم جاك يزارو الكلب حلو حلو جميل جميل طيب يا عيال انا ودي برضو ناخذ ناخذ اراءكم بخصوص النقطة هذه هل مع انه الاجابات يعني ممكن ممكن في اجابات وصلتنا بسيطة ولكن ايش هالوضع اللي راح يجبر ساترن انه يتحرك حكم انه جاء اصلا كان بامكانه يظل في ماريجوة ويهرج من هناك بس هو جاء ومع ذلك ايش الوضع اللي راح يجبر ساترن او زحل انه يتحرك ويبدأ نشوف له اي تحرك داخل الارك هذا او داخل الحدث هذا نرجع من عندك من عندك يا ماجد الله يسعدك اولا زحل جاء لانه هو المسؤول على التطور العلمي وزير التكنولوجيا وزير ايه فهذا الشيء اللي قاد يصير حاليا يقع تحت نطاق اه سلطة او اللي يسمونها مسؤوليته مسؤوليته هذا هذا اول شيء سبب قدومه الاساس اثنين اغلب الاليات حين اكتشفنا انه مو بس السرافين كنا نظن فقط السرافين حين اكتشفنا انه حتى البشافستا لو فيجابانك امرهم بنفسه حين احن يزور فرحان اللي اخذ الشريحة السيطرة وقعد يأمرهم وننسي بس في هرام لو جاء دكتور فيجابانك حين اعطاهم امر بيلغي نظامه فمين اللي قدر يلغي سلطة فيجابانك ساتر يا سلام انه واحد من القروسي فهين هنا يكون دوره انه لما يجون يطلعون حاليا اه بماذا او اخنقول السرافين السرافين على اخر امر جاهم كان من المجنونة هذه الملعونة يورك الجشن فاذا انت بتحرككم حين من جديد ما يقدر يلغي الامر اللي اعطته يورك لهم ما يقدر يلغيه لا كيزارو ولا اي احد حتى دكتور فيجابانك لأساسه ما يقدر يلغيه حاليا وعيد اللي يقدر يلغي امر يورك ان يورك تموت تقتل او انك انت يا ساتر تجي ذا ما تبت تقتل يورك حاليا يورك صارت مهمة بالنسبة لهم لانهم يحتاجونها عشان يصنعون الماذر فليم فالخيار الوحيد قدرهم عشان ترجع السرافين بتاعت امرتك وتأمرهم وتتحكف بهم انك انت يا ساتر تهزل بنفسك الى جزيرة وتأمرهم بس هو حاليا يبغى يبقي وجود السر لهذا السبب الكاتب ما يطلع ويحركه الان بس اللحظة اللي مثلا يدخل فيها البلاك بيرد او تبدأ الحرب او يعني خلاص يطلع خبر يتجد خبر انه موجود بسبب تحركه بيكون اعادة السيطرة على السرافين او اعادة السيطرة على الباسمستا بسبب فقط السيطرة عليهم بسبب الدكتور فيجابانك هذا السبب الرئيسي اللي قدومه وسبب الهيد الاخري تحركوا بس النظري اما كالكتال عندي سؤال عندي سؤال على اساس نقدر نتناقش فيه بعد كيف كيزروا امر جابوا لك يا شريحة في شريحة يصير عندك صلاحية مباشرة عليهم التحكم مش على الصوت نفسه في نوعين من التحكم في عن طريق عن طريقة وعن طريق التسلسل الهرمي ايه هو حذرهم قال لهم ترى اللي تسمعون كلامه اسقط نفسي نفسي الكلام صار يوم الحقيق روبلوتي اساس التوضيح نسول روبلوتي فقد السيطرة على السرافين بداية الارك لاني كنت قلت يا ماجد انه لازم يقتلونا مو شرط قتل ممكن يفقد الوعي يعني في النهاية حاليا نيويورك لا تزال موجودة لا تزال في وعيها والأوامر حققتها قائمة فلو قتلت او ساقت وتفقدت الوعي او 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 الوعيد اللي يقدر طالما لا تزال في وعيها ولم تصاب ولم تفقد أوامرها للسرافين تظل قائمة الى ما يجي القروسي ساترن ويأتي أمر رح يلغي كل الأوامر السابقة حاليا السرافين الخمسين تحت أمرت كيزارو لو تحرك دكتور فيجابانك بالسبيكر أو نزل بنفس الساحة وعطاهم أوامر بيفقد كيزارو السيطرة على خمسين من السرافين بيرجعون يقلبون عليهم يقتلونهم مين اللي عنده السلطة انه يطلع يعطيه أمر ويلغي نضاء أمر دكتور فيجابانك انت يا يعني مثلا خل سيناريو كذا شاطح دكتور فيجابانك وهم طالعين كذا طروا بالسفينة أو مع فيجابورس هذا الآل يطير فيهم أعطى أمر بالسبيكر لكل السرافين يرجع وقلبوا على ذلك وهجم السفن وبود يهجبون يدمرون السفن ولا بقدر كيزارو وقفهم ولا بقدر قدر يوقفهم ولا بيخسرونهم لأنهم في نهاية لو تدمر حد السرافين خسارة يعني حدتو قالها يا لها سأتر في ذا الفصل يقول طز في ذا الوحوش مع أنهم ماكسف فين فلوس خسارنا بس وقالت بالسرافين السرافين فايداته أكبر عفوا الباسيفيستا الإصدار الثالث فايداتهم أكبر ومبلغهم أعلى وقوتهم أعلى من وحوش البحر اللي بس مجرد تحميل جزيرة الخمسين ذي للنسخ الإصدار الثالث واخدتهم وددتهم للمارين فورد تقدر تحركهم في أي مكان أي مكان فأحين لو أعطى أمر دكتور فيكابانك بيستر قدامه خيارين يندمرهم يدمرون الباسيفيستا الخمسين من اللي عند السلطة أن يتحرك يعطيهم أمر ويلغي أمر دكتور فيكابانك ساتر فحتى لو طار أنت يا دكتور فيكابانك طالع من الجزيرة وهج معلوفي الشايف نتكلم الجزء الأساسي ساتر ويصير دورنا يأتي أمر لإلغاء أوامر يعني أوبرانك علاقاته يتفوق عليهم بالرتبة فيلغي يقلوا توقفوا يوقفوا كلهم كل الألية يعني يكون فيه تفاوض ضد الجزئية حلو نايف اللهي أعيد كل كلام اللي قلت في بث أعيدك سياغة السؤال لا أنا عارف السؤال أنا عارف أعلم السؤال لأن ماجد ما شاء الله أخذنا يمين يسار فوقت تحت فأقل كلام أنا خلصت بس لا لا أنا بصد النص حلو الشيء 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 لوجود ساتر واحد جيروسي طبعا هو أخف وجوده بحكم يعني هذا شيء واضح أنه موجه موجود هنا عشان يقاتل أحد ولا راح يقاتل أحد أيوه هو وجوده هنا يا الكلام اللي قال ماجد هو اللي أتفق معه فيه وقلت سابقا لأن الحين عندنا تسلسل هرامي وعرجوا عليها كثر مرة ورجعوا ذكروك فيها مرة ثانية عشان عشان لو ناسيا ترجع تتذكرها ففيقابانك وجوده خطر على موضوع السيرافيم الباسفستا ذول الجيل الثالث خطر على مين على البحرية اللي جايين حين بجيش كامل بس قوة الموجودة الآن تميل لصالح لوفي لأن لوفي يونكو قاتلون يونكو قاتلون نسخ فيقابانك مع فيقابانك مع السيرافيم مع الباسفستا مع فرش البحر البحرية هنا حتى لو معهم أدميرال كفة ميل بشكل كبير لوفي وشون نقلب موازين القوة وموازين الحرب هذه والمحاصرة اللي صائرة أننا مع نواب البحرية ومع الأدميرال يصير في صفنا الباسفستا ويصير في صفنا السيرافيم هذا الشي بيخلي الموازين كلها ضد لوفي فهذا هو الشي الوحيد اللي يخلي ساترن موجود بس بقول نقطة معينة ساترن موغبي ساترن أخفى وجود لأنه في خطر كبير عليه في الأخير هو رايحين يواجهون يونكو سيفة أن يونكو يكتشف أنه واحد من جيروسي موجود في فكر حكومة العالم هذا خطر عظيم أن جيروسي بنفسه موجود عندهم فالورقة الأخيرة أصلا اللي ممكن يرميها ساترن وهي ورقة خطرة أصلا أنه يأمر السيرافيم على طول بيقابانك رح يدري أنه واحد من جيروسي موجود وهذا بيشكل خطر كبير على حياة ساترن فساترن عارف هذا الشيء فما أترقب في أي وقت حالي أن نشوف أن ساترن يأمر ويعكس الأوامر إلا لو تحاصر ومرة البحرية صار الوضع جدا صعب عليهم هنا بيضطر ساترن أنه يصرح بوجوده بحيث أنه يأمرهم اللي موجودين ذولا فهذا اللي بريت أضيفه لأنني أتفق مع ماجد جملة وتفصيل جميل ناصر إن شاء الله تركنا لك مساحة رتويت لا لا بس بقول بقول سبب الساتر قدومة ناصمة قال مادد هو المسؤول عن الأمور العلمية وثاني شيء ممكن جاء أساس أنه يقيم إذا صارت أسوأ الاحتمالات كيف نضحي بوشو ولا نخلي بوشو نترك إيش نشيل إيش ندمر إيش نمحي إيش وجاء يقيم الموضوع عند أدميرال وانتقد أن خيار الأدميرال كيزارو كان بذكاء يدري أنه فرضا فيه قبعة الوحيد القادر على الاختراق يكون كيزارو فهم قيم الموضوع ما بالماء وحط احتمالاته كلها ألا لوفي وطاقمة هلو يوم جاء هم كانوا يبقون يشوون وشو أنه فرضا بنقتل أكاينو 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 جدخله بنقتل دكتور فيقبانك ونأخذ الثلاثة أولويات هذه ونروح حلو فالخيار المناسب أنه إحنا نجيب ستب على أساس يجي يعطيهم أوامر يخليهم ويانا سواء ملوك الوحش وحوش البحر أو البسيفستا أو السيرفيم هذول كلهم يسيرون بصفنا فبس هذا اللي هو جاي عسانة هذول الثلاث نأخذهم إينا نقتل نأخذ الأشياء سلام عليكم ونروح بس فهذا كان مجالب من مجي طيب يا عيار خلوني إذا ودكم تخبطوا في بعض إذا ودكم تخبطوا في بعض الحين وتناقشوا وجهات النظر تفقين حاليا على السؤال اللي بطرحه طب الكلام هذا كله لا الكلام هذا باستبعاد جزئية التسلسل الهرمي لصلاحيات البسيفستا وأوامر البسيفستا الأشياء هذه ما كان يقدر يسويها عن بعد لا أظن كن تحرك شخص من الجيروسي ما تشوفوه ظاهرة شي لا أنت تايموت أفرض أنك يعني أتوقع تقدر تسوي بالدندن مش على فكرة بس أفرض الاتصال انقطع فجأة أفرض صرت في موقف ما ينفع أنك تأمر بالدندن أي تقلبات أي تقلبات يعني لأي مدى المهمة هذه جدا مهمة لدرجة أنك تحرك جيروسي هذه أهمياتها سببين لا أيوة أنا قاعد أطرح لكم السؤال أي أي مهو هو في سببين مهمة المهمة هذه أو خلنقول ثلاثة سباب بعد الأول ماذر فليم أنا محتاج ماذر فليم الثاني أن دكتور فيغو بنك بدأ يقرأ في البونيقلف البونيقلف فهذا شي خطير جدا ولازم يعني حدا لو تذكر في حدث أهارة تصلوا بالدندم وشي أنا ما كان يحتاجوا لنا ما في قوة مقاتلة في أهارة في أهارة ما في قوة قتالية هم أريدوا علماء ما عندهم باسفستا ما عندهم سيرفين ما عندهم ليزر قبة بلا 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 يا الله ما معهم إلا الكتب اسم الله ليك علماء مجرد النقطة الثالثة وهي المهمة دي الصلاحي سلفة الصلاحي فأنت ما ينفع تشيل الصلاحي إذا شلت الصلاحي في نقطة ثانية تخليه لازم يأتي اللي هو قاتل دكتور فيكا بنك عالم أساسي حتى شفت يعني تقييم وتقديرها لشن أهم شيء الثلاثة الشيء اللي لازم نحميها اللي بلغ فيها كيزارو بلغ فيها نائب الأدمرال لو هو مش موجود مين اللي بيقدر يبلغهم كذا ما ينفع بالدندم شيء طيب مصر اتصال تأخر قرأت صلاح تم اعتقال كيزارو تم كده فيقبانك يشوش اتصال لا وممكن وممكن بعد ممكن نفس الشيء تنصت كذا أنت بتفضح نفسك أصلا نفس ما شفنا أسوب كان يتنصت عرفت فلما أنا الحين أخاطر بكل هذا أساس أنا ما أقدر أروح عادي أروح خصوصا أنه المسؤول الأول عن هذه الأمور العلمية عرفت وثاني شيء أن الأمر اللي هو الماذر فليم من من خصوصا أنه أقوى سلاح اللي تستخدمه إمو سما هذا موجود عنده فأنا المسؤول عنه لازم أشوف الموضوع من اللي كان عندي ويشتغل الموضوع فيقبانك أنا الحين لازم أروح فرضا أشيل فيقبانك أخلي يورك بداله أضبط الموضوع كله أساس المستقبل إذا تكاسل هذا الموضوع أو تعرض لأي احتمال أنه يختر هذا الموضوع إمو سما ما راح تخليه ربط هو خاطر بحياته هو فلازم أنه يروح ويأمر أدميرال يجي وياه يسوي الموضوع فهو مخطط له بذكاء حتى أنا أقول لك اختيار الأدميرال في زرو جاء خصيصا لهذه المهمة ما هو عبث أو ما هو أي أدميرال قريب يلا تعالوا إياي بخصوصا أنه يقدر يخترق القبة وينكار ياب 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 فموضوع جدا مهم بالنسبة لساترن أساس كذا جائل جميل جميل والله تصدقوا جاء في بالي سؤالي الحين كون كون ساترن تحرك والغرض من تحركه إنه هو يعني المسؤول عن الأمور العلمية والأشياء الثانية إيش الأشياء اللي ممكن تحرك الجيروس الثاني وكل واحد تخصصها أظن يعني بشوف هداتكم قوة القضاء عند حكم القضاء من القضاء فهذا يعني لو اضطروا يحكمون طيب في واحد ما الزراعة وشو ذا ايه حق الزراعة ذا وين بنفك ذا حق وين نحرك ذا في واحد من جيروسي واضح إنه من وانو أصلا ويندرج من وانو إذا جاء وقت فتح وانو إن حكومة العالم حت هاجم هذا جيروسي حيكون أول واحد واقف عند بوابة وانو وش كان تخصص ذا الزراعة هل أصلا هل أصلا على ذاك اللي معا سيف الله هلني ما ذكر أظن هو هذا ملاكاينو اللي يقصد ما اللي سمونا وانو اللي يقصد هو القضاء هو القضاء الوحيد بس أقول لكم شي بشكل عام في واحد من الشباب يتابع هو وانبيس أول ما ظهر دا الأصلا وليه ولد هذا أحس أقوى واحد فيهم يخي قاعد بينهم ملابسة وهذلكم رسمين هذا عادي يقعدوا يبصروا الفنيلة عادي من كثير قوتها الفيب حقه وكذا فيب شك لا رسميات ولا شي جاي بسيفة ما حد يدخل سلاعا له ثم الحلال يصبر بنشوف بعدين لا بس على طاري الزراعة أنا جدي معلومة أساساً يقول لك أن أساس اقتصاد كل دولة يبدأ من الزراعة على فكرة بعدين يتشعب الأشياء الثانية ثانياً أهالياً هم قاعدين يعانون وانو غيروها أسلحة آه ايه غيرها غير تضاريس كلا بس اصبر مزرعة كايدو نفسها الأساسية اللي ياخذون منها سمك وابدونها شون بيعيشون ياس مستحيل الأكل النظيف غير على الشعب نباح الشعب بس ما غير قواته لا يزلون قاعدين يكلون من المزرعة هذه هذه الصلصة مالت البيجمام المقصد حاليا القروسي أو عفنة تانيسة موهية في ماريجي وقالين عنون بسببت نقص الأكل والزراعة وهذه من المسؤول عنها واحد منهم كان مالية على فكرة وزير المالية في مالية وفي قضاء وزراعة والعلوم باقي واحد من جلش كان الله ما أذكر المهم أنه يعني كل واحد منهم مسؤول عن وما رأي يتحرقون الذي فيه شيء زي ما قال لك ناصر لمساعة شيء يخص إيمو سامنة يعني عشان إيمو سامنة بي ماذر فليم وعسس موضوع أنه لاحد تنصت على المكالمات شباح أن يعني مثبت أن المكالمة جاءت من يورك على القروسي وانفضح الموضوع سمع مورغنز وسمع كيزارو وما يندر بعد من سمع زي الظاهر ويعالم تلاقي الشلة تيتش والعيال أي فهذه مشكلة لو لو أن يورك ما تصلت كان تم إنهاء الموضوع دون إجراء اتصال أصلا مع القروسي بدون لا يتنصت أحد زي ما قال أنا هو قاعد يعطيهم الأوامر يجون عندها الغرفة يجون عندها في السفينة يعطيهم يعطيهم الأوامر يتابع الموضوع وقال لهم حتى في الحلقة يعطوني لحد التحديث أول بأول التحديث أول بأول وأنت جنب الموقع عكسا ما تكون في آخر الدنيا هناك لازم يتصل عليك لأنه مش يبلغونك واتصال يمكن يضبط يمكن يموت ويمكن يتصل وهذا المجر جميل جميل طيب يا عيال آخر سؤال ولكم حرية الهبد فيه لأنه السؤال كده بحطه في فقرة اسمها إهبد الله هبد 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 نومي أكبر المجرد في العالم ما رح يكون له علاقة بالفصل ولكن له تنبؤات في المستقبل وسؤال إن شاء الله بسيط بنبدأ توقع عندك ناصر صاح ذا حين الدور نا 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 طيب السؤال يقول بما إننا أخذنا كده لمحة إنه الأرك القادم رح يكون أرك البف أبغى كل واحد منكم كده يعطيني تصور إيش الشخصيات اللي ممكن نشوفها في البف هل ممكن يكون فيه تواجد الدراغون الشانكس اللي الله أعلم إيش أكيد أعطيني تصور إهبد لي إيش الشي اللي ممكن تتوقع وجوده في هذا الأرك اللي ممكن نكتشف فيه الكثير من الأسرار وأنا سولف جاتني قش عريرة يقلع الباف والله السؤال ممكن تهبد فيه ليه بكرة بس أنا بقولكم يعني حاول تختصر لأنه هذا آخر سؤال وبنقفل بعدها طيب يا جماعة الخير شانكس هو قال لننطلق إلى لافتل موقع التالي وجود شانكس إلى الآن في الباف للأسف أعتقد أودا بيضيق صدرنا وحتكتشف أن لوفي حيوصل هناك ما هيحصل شانكس هيحصل بس أثر شانكس موجود في هالمكان سواء اللي يعرفون شانكس العمالي نلعي فيها كموساري يطير أنا رجح تيتش شيء كبير جدا شخص يبحث عن الريد بونيغليف ممكن يصير فيه تصادم أول وقوي جدا وكبير بين شيء تيتش وهذه هبدتي وطاقم لوفي في الباف في الباف مو في لافتل زي ما الناس متوقعين فممكن هنا يتم عملية الجلد والمجالة بين تيتش ولوفي طبعا بتدخل أطراف كثيرة تبيها من حكومة عالم تبيها من جيش ثوري وهذا شيء أكيد أن جيش ثوري حيتدخل حتشوف أطراف كثيرة إلا شانكس شانكس الوحيد اللي أودا حيمغطك فيه تمغيط الأرض ما حتشمه ولا حتشوفه فالهبدأ اللي بقولها الآن النجم أو الفارس الأسود اللي حيكون في هذا الأرك هو أسوب يا جماعة الخير الشخصية اللي ما أنصفها أودا الشخصية اللي حمسنا عليها مع العمالقة ومع الإلبف أسوب حنشوف مننا شيء كبير ما أقول أنه يكون قتالي ولا بيذبح أحد بس حنشوف بيتحكم كيف أيوة هيكون دورها عظيم جدا مع العمالقة علاقة قوية معهم كيف أنه يقدر يسيطر أو يقنحهم يكونون في صفة ووقتها لوفي حيكون عنده جيش إضافي للحرب الأخيرة اللي هو جيش العمالقة لوفي ترا جمع كل أنواع الجيوش تبيح جيش من السماء أو جيش من الأرض من الأرض أو جيش من البحر أو جيش من الأقزام أو جيش من الأقزام أو جيش من الساموراي أو جيش الشيء الوحيد الباقي جيش من العمالقة وهذا الشيء اللي بيساعد لوفي فيه وغير كذا أوردي أصلا علاقة لوفي مع العمالقة ممتازة يس يس أوردي عنده علاقة جيدة معهم في ذاك الارك هما أصلا أسوب و لوفي بينهم تشابه يروع مرعب جدا إلا في القوة طبعا والشجاعة يس يس بس بينهم تشابه يروع جدا في ناس مستغربين لا لا فيه في الدلاخة أشوف أسوب براية لوفي لا 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 ماشي قاعد يلطم راسه هناك لا لا ماشي دمائي أنا فهمتك أنا فهمتك أودحات أسوب الله يديك يا الوجه واللحظات اللي يصير لأسوب لا 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 الحرك عبارة عن حرك لمستقبل لوفي طب خلو يهبت يعاني خلو يهبت خلق أنت مو قدو هبت ايه و هبت أبعلمكم اني الملك هنا في الهبت مم كدراتك أبعلمكم اني كيك الهبت وتحدى أحد يتخلب علي كدراتك بس جمبي ويش سار فيه لا جمبي مو وقتا جمبي إذا جينا الوصول للافتل هنا دور جمبي العظيم جدا حيلو حيلو ناصر زين أببتدي الهبت بسم الله وأقول هذا الارك سوف يشهد على إعادة تحالف لو مع طاقم قبعة القش لو بنشوفه موكان يسبح طالع من هناك بيجي إنا وبيتحالفوا إيانا مرة ثانية وبيكون نقطة تجمع لطاقمة وإيانا إحنا وبيرجع هذا التحالف العظيم أنا بالنسبة لي لأني أحب شخصية لو من ما يحب تهى يا رجي انتهى لو لا لا ما انتهى لا لا ما انتهى والله مدامه من الدي دوره ما زال موجود بإذن الله ولد الدي ما انتهى زين بيرجع بيرجع وبيتحالفوا إيانا زين وراح نشوف نفس ما قال أخوي الهبيت نايف أن أسوب راح يتفنن بالتحكم مع العمالقة والكذب طبعا كالعادة وبيقول لهم وبعدين بيطرون سالفة القائدين اللي كانوا يتحالفوا شون واللي اختلفوا على من أقوى وثلاثين مليون معركة كانت بينهم بيقولوا لهم السوالف بيكون في معلومات قيمة عن سواء البمليف القراءة الأشياء الكتب نامي راح تتفنن في هذا الموضوع بعد نامي روبين ممكن لأن المكان اللي احنا بنروح له ما هو ناس يحتاجون تحرير نفس الاركات اللي طافة حلو حلو فبيكون الارك عبارة عن معلومات عادة التحالف وممكن تصادم مع تيتش ممكن ممكن أعيد هذا الموضوع أنه طرد اللاو يتحالف ويا لوفي على أساس أنه يرد ثارة من تيتش ممكن يكون تصادم فقط على أساس أنه يمكن تيتش ناصي البونجليف الأشياء المعلومات خصوصا نبيقابانك هرب فممكن يلحقهم فممكن هذا الشيء بس الشيء الأساسي اللي أنا شوفه الصراحة ومش هبت كثر ما أنه وتمني أن لاو يرجع والنقطة الأساسية اللي يرجع لها بالتعاون ويا لوفي أو التحالف معه حلو أبو إبراهيم هب لنا من هبدك هب لنا قد رفعه ضغطنا حلو أتفق مع ناصر في موضوع لاو واضف عليه يستسكد يستسكد سفينته أغرقت بجوار لا ما مات ما نبيدي ما نبيدي أصلا هو كان كاره التحالف يا شيخ خلي يذلف والله خلاص وكرتن حرق والله مع أنه أحبه والله والله أنه أحبه يستسكد فكرة الثلاثين حرقت الثلاثين بكبر الله هني أكره أكثر منكم معكم حق يجون يشيلونه من البحر أخر قال هناك ترى لا يصير طلع موجود على الجزيرة عبد ويجون يكلمون لا لا أه صح هبت 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 أيوه أيوه هي الفقرة أهبد ما عليك أهبد يا مولدي عبد واجد عليه عبد بس الشغلة اللي كنت بننبه عليها طبعا زي ما قلت بساعة لانتقاء روبين مع بس ما جدية بس عساسي أني أوضح ترى أني مو كاره كد منذ الشباب أنا ما أكره كد بس أنا أكره كد بس أنا أكره كد رجوعه مو شوف وقته خلاص لا عشانك تحب لا وتم ترجع لا عشانك تكره كد ما تم ترجع كد أنا أكره لا لا أنا أسقط لا 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 الحين حي هذاك المفروض عاجي ترى ما تخلف جيد يا ليت أتمنى أنا شخصيا أتمنى أنه مات ولا يطلع ويتف في البهر ميت ولا يرجع في القصة نهائيا ولكن كوني أني أعرف أوضو أعرف أسب كتابتها بيرجعون وبيصرون خادم عند لوفي يعني يعني تابعين لا 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 كل ما تخدم قوية يعني خليت عبد خادم لا صح لا لا يستسكد بيكون عبد عند العمالقة العمالقة ولوفي بيحرر ويقول لها تعال خليك كلب عندي أفن يعني قصدي يا ساتر يعني تابع لي تابع لي يعني تعال خليك تابع بس يعني يا ماجي إن شاء الله إن شاء الله أنا مات تقول شفاء فقرة حبل تهمدوا أيهاكي حبيت الهبل أجلت هذي فقرة جلد هالي ما خلصت على داية اعرف قلبي شبيحة الله يعينك ما أيض النقطة عادي حقه مبسطة حقوب النقطة اللي تكلمت عنها إنما ساء قبل شوو إنه الأرك مرعا يحتاج تحرير إلا بيحتاجون تحرير بس من مين أنا ما أدي ليش عندي تصور إن لوكي الأمير هذا ما هيقلب على أبوه وبتكون المعركة تحرير الباف من سلطة لوكي حربة أحلية تسمح لي أقاطعك ما أدري إذا أنت بتقولها قل لي بس ترى فعليا إذا بناخذ للصورة الكبيرة والله يا ماجد هبدة طيبة أنا أحب الهبدة هذا تحليل رائع بس ركز معايا يا برموت معاك أسمعك روح بخصوص لوكي في الثقافة الغريقية أيوان لوكي يصنف آلهة الخطيئة والشر أو ما نفاكر اسمها فأحنا لما بنجي نشوف ترى فيه إسقاطات برضو الفايكينج مين آلهتهم أودن لوكي ولد مين ولد أودن أخو ثور يا سلام أقسم بالله يا هنيك يا ماجد يا الله يا سدك على فكرة مو أنا اللي ظهر قيلها لمن الغلطان قيلها محمد النعامي من الزمان جميلة بس أنا تذكير فيها جميلة جميلة الزبدة على طريق الجيوش بس ما مليت من سالفة اللي تحرير شعب وروح لا بس هو قصد أنه في مين فيلين صح؟ شذي الرئيس حرب أهلية حرب أهلية بس عن المحرر ويعني مشاكل داخلية وتوحيد جبهة فهمت؟ يعني أنت مثلاً عشان تصير الصورة واضحة في وانو كان فيه واحد جاي محتل للأرض اللي هو كايد لوفة تحتاج تهزمه عشان تحرده هنا لا ما في أحد محتل هو ابن الملك لوكي كانوا مسويين احتفال ترى على فكرة القصارين ذلك اللي لوفي اللي يسبوا ترى ساعة تقول يتكلم عنهم ارجعوا موجدين ترى هم هو هم اللي تسووا الضربة ذيك اي مع شخص اي 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 انا اقول لك مو هم اللي تسووا الضربة ذيك على يستسكيد ولا لا اي 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 الا الا بس انا اتكلم لك فرضاً لما يروح هناك اسب زين اي اي ان هذا ربعنا احسن اي صلفنا معهم اي 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 فيكون هو متعلقوا ياهم اي بس ترى للمعلومية كل اللي شفناه من العمالقة حتى الان هم قراصنة وهم ليسوا اقوى مقاتلين العمالقة اقوى مقاتلين العمالقة فعلياً هم الجيش الملكي الحرس الشخصي للوكي وللملك الجيش الفعلي محاربين الفايكينج الحقيقية هذيلي القراصنة يعني هذا تصور عندهم يعني انت تعتقد ان في قصة اساسية لالباف وشعبها بالضبط ما هو شافك المطاطم وكذا اللي شفناه حتى الان مجرد قرية صغيرة من ملكة الباف شي بسيط شي بسيط وكان يقول لنا كنهم اساساً صيادين صيادين سمك فهذه القرية في النهاية هم مجرد قرية تصيد السمك للمملكة فبيكون في قرية حق زراعة في قرية كذا وفي من كل القرية يخذون شخص ويرقونه فوق الشجرة شفت زي جذع شجرة عملاق فوق راح يكونون عايشين الحرس الملكي حق لوكي والمملكي واللي راح يكونون اقوى مقاتلين الباف يكونون اقوى من القراصنة هذيلي ماجد والله يا اخي احبك قسماً بالله والله حمستني يا والد يا والد عيشني الجو خلانا اتخيق قسماً بالله لاقني وش بصير في النهاية والله العظيم قاعد احس بالجزيرة قاعد اتخيلها اعرف وشوفتها وشانك سنة وفي مكان وفي قلعة كبيرة اعرفت لان الملك عملاق وفي قلعة كبيرة ولكن انت تخيل قديش القلعة يعني ايه اعرف ودهبة وكذا وليس يسوي ولا شيء من ذلك لا لا عادي احبك تعرف ليش انك عايشني هذا الجو عادي طيب يا ماجد ماجد بما انك انتطرقت لجزئية انه في ناس مختصين بالسمك في ناس مختصين بالزراعة ساول مختص بالعلوم ساول هو اصلا مو مختص لا بس انه اجبر يعني وضع في ذاك الموضع هذا اللي احين بتجيك في الكلام انا كنت بتتكلم عنه هو في النهاية حاليا عنده كل كتب اهارة علم اهارة كله موجود عنده والمفروض انه قراه كامل على الاقل لنا طول وقت جاس وانا عادي ما جابه له ايه جابه له كده فلاش صورة وهو قاعد على انه هو صاحب الجرح الناري فاذا بلاك بيرد بيجي بيكون جاي عشان بياخذه ولكن الكاتب بيستعرضك قوة البف عليه يعني تصدقني حتى لو شاكس مش موجود يستسك تقرب من الجزيرة كانوا بيدعسون خشمة دعس الجزيرة البف بيدعسون لان حكومة العالم ما قدرت تقرب منه يعني اوكي خنقول وانو كان فيه حصار اه درع محاصرة ومدرع فيها كايدو هنا لا كايدو موجود ولا فيه ليش حكومة العالم ما جات سيطرت عليه لان المحاربين اللي هناك اساسا كان حلمهم وطموحهم اللي حقيقت لهم ماذر كرامل يمخدعتها الثنين اللغبية انهم كان يبو البيك موم تقول لك لو عندي جيش العمالقة كان اصبحت ملكة القراصم اللي بيملك هذا الجيش في صفه رح يكون مره مره قوي فمساعة مدني منك يتكلم نايف او ناصر اللي بيذكر ان لوفي بيكون عنده جيش اليوجل وجيش الساموراي اهوانو وجيش العمالقة البف وجيش سكايبيا سكايبيا وجيش ارباستا فكل بودا الجيش بتكون في صف لوفي بيكون لوفي لما يجي في الحرب الاخيرة معاه من كل شيء بتكي الارض زي دراغون سجائر انا ثوري انا بس علي نهيض الشعب ايجهز ايفكر وسجائر 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 والله بيجي خبر ان ترى يا دراغون الحرب خلصت حكمة العالم سقطت ترى ما تدني؟ لا لا اصبر انا عندي خطة ارسمها دراغون لا عنده لا شعب ولا جيش ولا هو مسوي شيء وعنده اثنين الوان نتفلكس حطمي وعنده سابو هالكا حالب سابو حلب وعند وعنده وكند سابو وروح مننا سابو مننا يا ولد من كثر ما انه هو عنده اثنين من القادة الوان راح نقل مقرة الى مكانهم جزيرتهم قاعد بينهم يا ولد دراغون يا رحمة امك تحرك فسو شيء اوكي انا متقبل فكرة ان دراغون رئيس الثوريين او كده مش لازم انه يتحرك شخصيا بس حرفيا كم الحين الف واحد وتسعين وش اللي شفناه والله انا كنت معول اشياء تنعد اشياء تنعد على صابع والله يعني ما في احد واحد من القادة حقينا ركبينا زي الخيل اللي يلعبون فيه والثاني كم محبوس في الامبلدون يعني لو ما جاء لوفي ما شفنا وجهها وحالتهم صعبة حالتهم صعبة الثوريين با يعني حرفيا لو انت تكلم عن رئيس ثورة تقول لوفي مو دراغون صح على وش شو صليا لوفي هو اللي رح يطلل الثورة حرفيا ايه لوفي قرصان ثائر في نفس الوقت فعلا لوفي قادها من يوم ما طلع من البرميل يعني كل جزيرة يهيض الشعب وينتزع منها فرضا العبودية اولنا الدكتاتورية يحر العبي ويحر العبي ايه دراغون ساوي بارتي في الأخير انتبع في شر تايجر ختم دراغون والله العظيم انه ختم تاريخة دراغون والله العظيم ما سوش اي دراغون حقكم حرر العبي انا اتفر معكم انه دراغون تحركاته تجيب المرض ورافع الاغطية صدقانيا يعني سؤلف يا ماجد الحين وقل لنا الأشياء الإيجابية اللي اطلعت من دراجون صح رجال مقرة مقرة يوم من نخلا مقرة يوم من نخلا محد يشوفه جاتيت وخذ اسلحت وخذ مقرة وكل شيء شرجه صح شرجه والله ترى انا بقول شيء انا اقولها انا اقولها انا اقولها من غبنة ورب الكعبة انا دراجون كنت حاط طموحاتي وامالي ورافع انا لازم تحاط طموحاتي وامالي ومعلق علي وشيك لي متا ما دي تجنل يا متا عندها نظرية الالثنين الاحمر الغربي طير والا والله مو تنين هذا السحليه ما غيره انتوزه فالارد لا 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 مايب عند هاذ النظريين من قمر الله نولد تنين تشاكن ما اجدو تنين ينا ممكن اصدق انه ما جل التنين ولا اصدق انه دراجون تحرك احنا كنا نسولف عن الباف فجهة شطحنا عند الضراغون الله يشغلك الدراجون طيب والله يحتاج غسل ويحتاج له فيديو اسمه كذا غسل دراغون متى بتتحرك دراغون بيتحرك وصبر قال لك فاخر شي اعطانا كذا اجابة لا اعطانا اعطانا اجابة واضحة وصريحة قال لك ما رح نتحرك لذا تتحرك الفرسان المقدسين خلاص انتهى حلو معلومات مهمة ايفن كوفي يقول لك اياها وانتو ما تعرفها لا اسمع لو سابوا ما علمه ان فيه قائد حاكم العالم والله ما يدري والله شو اني حرفت انه ما يطيق خبر يا ولد وش ذي الثورة اللي قاعدة تقودها انت وش قاعدة تسوي بالضبط ايش الهدف ها مشكيلة من قبل اعدامه هارم وقبل اعدام روجر وتدميره وهو لقاعد شي ايش ومسوي واختر رجل في العالم انا اتوقع الحكومة العالم اللي عبوا عليها اعطوه اللقب صدق نفسه وانبسطه لها انا اختر رجل في العالم انا اختر رجل وحكومة العالم تبقى تحافظ على موازين القوى وتاركين وإي وي وخلاص انت اختر رجل انت كويس انت كويس طيب يعال نرجع للنقطة نرجع للنقطة لهم نرجع للنقطة لهم بخصوص اي فان دراقون الحين بيغير دراقون والله بحط حنوان الفيديو مناقشة الفصل 1991 وجلد دراقون طيب بخصوص موضوع البف انا اعتقد انه اودا مستحيل يعني يخرج عن مسار الفكرة اللي هو باني عليها العالم كل جزيرة لازم يحط فيها مأزق والمأزق هذا يكون شخص شرير والطاقم يحاولون يحررون هذه الجزيرة ناصر قال كلمة ولية جميلة انه يا عيال من لينا كل جزيرة الروحلة لازم نحررها انا اعتقد انه هذا الكلام وارد وبشكل كبير انه لا بد يكون فيه تحرير ولو بشكل بسيط ومثل ما قال ماجد ربما يكون لوكي هو يعني الشخص اللي تحتاج انك تحرر على الجزيرة لانه لوكي فعليا لو بتاخدها معروف معروف لا لانه لا كل الاستقاطات اللي قاعدة يجي فيكينغ لوكي اتره وفكرت فيه ان كان بيتزوج بنت البيجمون اي احد يتزوج بنت البيجمون ذيك معنات انه شري شيطان فانا متوقع انه هذا الجزء بيكون موجود بطريقة او باخرى واعتقد وهذا اكثر شيء انا متحمس له في ارك البف كمية الاسرار اللي راح نكتشفها في البف راح تثلج صدورنا باذن الله باذن الله اتوقع بفك على طار الهبد على طار الهبد تبون الهبد العظيمة هذه ايوا ايوا اي من بعد ما تصير الحرب الاهلية وخصوصا لوكي الملك واسقاطه من راح يكون الملك يوسب الله ايه هوني بقود الجيش هوني بقود الجيش في الحرب الاخيرة العمالقة ترقى ايدهم اسب ملك العمالقة ومحارب البحر الشجاع راح يكون اسب بقيادة العمالقة تلبف كلهم تحتها الله يبشر العمالقة انا صر خذها مني وراح يكونون تحت حماية اسب مش شاف الله يلا خذلك هذه الله عليك تبون عمالقة تبشروا بي والله بيض الله وجهك والله بيض الله وجهك تغير اسم المدرسة لما انت نسأت الحمد بدلا هذيك ما سوي لك فقرة ثانية نفس اللي سويها عدك جزئية جميل جميل الله يعطيكم العافية يا شباب والله حوار جميل ونقاش جميل والحوار في مانجا وانبيس والحوار في قصص وانبيس يعني لو ما انه احد كذا يحاول يدير الحوار ولا والله بنجلس نسالف للفجر الله يعطيكم العافية نايف ماجد ناصر نورت وانست اخوان وباذن الله تتكرر ما تكون هذه الاخيرة باذن الله الله يعطيكم العافية عزائنا الوجهاء كان معاكم الوجيه ناصر وماجد العامر ونايف حساباتنا وحسابات الشباب كلهم رح تلاقوها في صندوق الوصف هبلوا لايك واشترك في القناة كان معاكم الوجيه شوفكم في الفيديو القادم السلامة